اللي بيحصل ده حلو لو حصل فعلا الأولمبيات فعلا إحنا قدرنا 2036 نحن نصطدفها هيبقى فيها كمان شقة آخر بقى لازم نتكلم عنه وتناقشنا فيه قبل كده أنا وإنت كريم برضو هي فكرة هنا السيحة الرياضية والعائد من ده يعني أول حضراتكو تبقوا مش فقدين بالكو أن ده حصل واستضافة لفعالية كبرى زي كده في الرياضة العالمية بتتكلم مسابقة عالمية كبيرة 10.000 بني آدم تقطية من كل مكان انت فاهم يعني إيه الدخل اللي هيجي لك يعني انت فاهم يعني إيه الماركتينج اللي هيتعملك فليها عائد كبير جدا سواء على المستوى هم نتكلم سياحة أو دخل اقتصادي يعني فيه عملة هتدخلك ازاي فالموضوع من كل الزوايا موضوع ناجح جدا نتمنى فعلا أنه يتم تاني هنأكد احنا قدمنا طلب فقط احنا لسه ما أخدناش موافقة لشان برضو النقطة تبقى واضحة لكن نتمنى بإذن الله نكون قدها ويتم الموافقة أن احنا نستضيف طبعا الأولمبيات في 2036 أعتقد أن احنا ما ينقصناش حاجة في الفترة اللي احنا منقدم فيها يمكن من سنوات سابقة فكرة أصلا أن احنا نفكر استضافة حاجة زي كده فعلا أنت بتضحك دي حقيقة لا كنا نضحك يعني ما أنت بعندكش حاجة يوم ما تبقى عايز تقدم حاجة لازم تتكلم عن بيز تتكلم عن أنا عندي ايه بقدمه فعشان كده بحلم الحلم ده أو بطلب الطلب ده فمن كمزة سنة أنت بكنش عندك أي بنية تحتها مفيش أصلا أي حاجة موجودة فكرة هنا لملاعب ولا غيره مفيش مقارنة فدلوقتي أنا لما بطلب ده بطلبه عن جدارة لأن أنا عندي ما يؤهلني أن أنا أصطديف ده بيبقى بس فكرة هنا الناس تيجي واللجنة تعاين ويبتدي بقى فيه ثقة وخطوة حلوة جدا أنه تومس بقى بنفسه جي وشاف واكتمع بسهادة الرئيس وأعجب كمان بالبنية التحتية اللي عندنا وشاف قبل كده مصر قد إيه في بطولات دولية نظامتها وكانت على أفضل شيء مش فكرة بس ده أنا أنضم بطولة أنا بنضم بطولة وعلى أفضل وجه بتتم فهي دي المعادلة الصعبة وهي دي المعادلة اللي تؤهلنا إن شاء الله لعشرين ستة وثلاثين